أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمشاركة الرئيس السيسي المرتقبة في القمة الأفريقية الأوروبية التي تعقد في بروكسل مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سيطرح مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية وصولا لاستعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة شارم الشيخ جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقره في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث أكد رئيس الوزراء أن اجتماع المجلس في مقره بالعاصمة الإدارية يأتي في إطار تنفيذ تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتقال التدريجي للعمل من الحي الحكومي موجها الوزراء بضرورة التواجد بشكل تدريجي في مقارهم وأن يتواجد أيضا عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة في إطار خطة الانتقال التدريجي والتشغيل التجريبي للمقار الحكومية هذا وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى إرسال تقرير مجلس الوزراء إلى البرلمان بغرفتين النواب والشيوخ والذي يرصد المتابعة الشاملة لتقدم أعمال برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2021 مشيرا إلى أن هذا التقليد يعكس التزام الحكومة بمكاشفة المواطنين وممثليهم في البرلمان بشكل دوري عن تقدم الأعمال في برنامج عملها